بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفي الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنَهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا أيها الإخوة والأخوات إن القيام ببرور الوالدين والإحسان إليهما من آكد الفروض وأعظم العبادات والقربات عند الله تعالى وسابب في رضا الله ولذلك حث الشرع على بر الوالدين والإحسان إليهما في كافة الأمور والمجالات وصور البرور بالوالدين كثيرة ونذكر في هذا الدرس أهمها على الولد أن لا يتأفف في حضرة والديه كما لا يتأفف من أوامرهما على الولد أن لا ينهر والديه ولا يهينهما وأن يتلطف عند الحديث معهما ويحذر من رفع صوته فوق صوتهما وأن يقول لهما قولا كريما كما أمر الله تعالى أن يصغي لكلامهما وأن لا يقاطعهما أثناء الحديث أن يخفض جناحه لوالديه ويتذلل لهما ويتواضع في تعامله معهما أن يقابلهما بوجه بشوش وابتسامة دائمة من بر الوالدين أن يبدأهما بالسلام والتحية ويوسع لهما في المجلس وأن لا يأكل قبلهما ولا يمشي أمامهما ولا يسكن فوقهما إلا بإذنهما ولا يجلس على الكرسي وهما على الأرض أن لا يركب زوجته في الصيارة بجنبه وأمه خلفه أن لا يمون عليهما في تقديم أي خدمة لهما أن يساعدهما في أعمالهما المختلفة أن يخفض صوته أثناء نومهما ومن أنواع بر الوالدين أن يستجيب لندائهما ولو كان في الصلاة والعلاقة بالوالدين يجب أن تبنى على المحبة والمودة والرحمة والرفق واللين والرأفة على الولد أن ينفق عليه على الوالدين إن كانا محتاجين فقيرين أن يؤمن حوائجهما المعيشية ما أمكن أن يصطحب والديه إلى المسجد ينبغي للولد أن يقرأ القرآن في حضرة والديه وهما يسمعان أن يأخذهما لزيارة الأرحام والأقرباء وأصدقائهما ينبغي للولد أن يأخذ الوالدين في كل مرة للقيام للكشف عن صحتهما أن يجعل الوالدين دائما فريحين على الولد أن يسكن مع والديه فإن تعذر وسافر للعمل فعليه بزيارتهما دائما مع الزوج والأولاد على حسب الحاجة والعرف على الولد أن يقضي العيدين مع الوالدين أن يطبخ لهما ويطعمهما أن يتصل بالوالدين هاتفين أن يتصل بالوالدين هاتفين كل ليلة وصباح إن كان بعيدا أن يصي للوالدين عن حكاية ماضيهما أن يلتقط الصور لهما أن يدعم هواية والديه على الولد أن يشجع والده على الزواج إن توفيت أمه ينبغي للولد أن يأخذ الوالدين لزيارة مكان عمله مكان عمله إن تيصر أن يعتمر ويحج مع الوالدين إن تيصر أن يأخذ الوالدين للسياحة إن كان ميسورا كيف يبر الولد والديه بعد وفاتهما الجواب في هذا الحديث أن رجل من بني سلم قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم صلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما الحديث رواه أبو داود وهذا ونسمع اليوم عن سلوكات لم نألفها من قبل في معاملات الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم من شتم وضرب والتخلي عنهم نسأل الله السلامة هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين